بين الإفراج وإعادة الاعتقال تتحرك رمال المشهد السياسي السوداني فبعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر التي ابتدرها الفريق أول عبد الفتاح البرهان بإقالة الحكومة واعتقال أزرائها جعل الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات ففي جدل سياسي وقانوني تكمن قضايا المعتقلين السياسيين خاصة منسوبين نظام السابق وبعض الأحزاب الأخرى إذ ضجت الساحة السياسية والإعلامية على حد سواء بنبأ إطلاق صراح المعتقلين وعلى رأسهم رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور ورئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد الجزولي الذين مكثى في سجون لجنة التمكين لأكثر من عام لكن المفاجأة الكبرى أن البرهان أصدر قرارا قبل فجر اليوم بإعادة اعتقال المفرج عنهم ولم يكتف البرهان بهذا بل زاد عليه إقالة النائب العام مبارك محمود من منصبه تلك القرارة جعلت الساحة السياسية تعج بكثير من الأراء منها ما هو قانوني حيث أن النائب العام نفذ القانون بإطلاق صراح المعتقلين بعد تجميد عمل لجنة التمكين التي كانت تعرقل إجراءات الإفراج عنهم وذهب رأي آخر إلى أن النائب العام أرد إرباك المشهد وأن هذه الإجراءات هدفها إعادة النظام السابق إلى الساحة من جديد وربما هذا الأمر أحرج البرهان أمام رأي العام لذا قرر إعادة اعتقالهم بعد أن مكثوا ساعات قليلة في كنف أسرهم ليبقى السؤال المطروح لماذا أقدم البرهان على تلك القرارات؟